بسم الله وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيِّبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسانٍ وتقوى إلى يوم الدين أما بعد قال ربنا عز وجل في أول ما أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك أمرٌ بالقراءة ولكن لا بد أن تكون هذه القراءة مقرونةً بالله لأن العلم إذا اتصل بالله عمر وإذا انفصل عن الله دمر فالعلم عمارٌ أو دمار فالعلم الذي يتصل بمقتضى الإيمان يعرِّف الناس بالله خالق الأكوان كما في صورة فُصِّلَت الآية الثلاثة وخمسين سنُريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفُسهم النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق وهذا قاسمٌ مشترك بين جميع العلوم والمعارف فعلم الجيولوجية وعلم الجغرافية وعلم الفلك وعلوم الشريعة وعلوم اللغات وكل العلوم كلها تشترك في هذا القاسم المشترك إذا كانت متصلةً بالله عمرت وبصَّرت الإنسان بالله جل جلاله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم فهذه القراءة تنصرف إلى كتابين أساسيين الأول هو كتاب الله المقرو المصطور القرآن الكريم والثاني هو كتاب الله المنشور المفتوح الكون الفسيح القرآن منهاج حياة أمرنا بأن نقرأ هذا القرآن الذي يعلمنا كيف نقرأ ولماذا نقرأ فهو الذي يهدي للتي هي أقوى كما قال ربنا في صورة الإسراء في الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وفي صورة الجن في الآيتين الأولى والثانية قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا إذن أُمِرْنَا بِقِرَاءَةِ هذا الوحي وفرصتنا الغالية في هذا الشهر المبارك شهر رمضان كما قال ربنا في صورة البقرة في الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذكر الشهر باسمه تشريفاً له وقرن مع الوحي الطاهر مع معجزة الله الخالدة مع القرآن الكريم فالقراءة إذن مطلوبة وحينما نقرأ في تاريخنا المشرق كيف كان سلفنا يهتمون بتحصيل العلم والمعارف بلا حدود فكانوا حاريصين على طلب العلم إلى آخر لحظة في حياتهم ومن النماذج الرفيعة لهذا الوجه المشرق ما قرأناه في طراجم العلماء على سبيل التمثيل الإمام البيروني الذي قال عنه أحد المؤرخين أكبر عقلية عرفها التاريخ هو الإمام البيروني الذي كان حريصاً على طلب العلم إلى آخر لحظة في حياته حينما زاره عواده وكان يستمع إليهم يتناقشون في مسألة علمية وقال لهم حينما تتفقون على حل أفيدوني به فقيل له ما تفعل بهذا العلم وأنت على هذه الحال قال أحب أن ألقى الله وأنا أعلم هذا العلم أفضل من أن ألقاه وأنا أجهله لأنه يعلم علم اليقين بأن العلم يرفع مقامه عند الله فالله عز وجل يعلمنا كيف نتعلم نقرأ في التراجم أيضاً الإمام الصيوطي جلال الدين صاحب أكثر من ثلثمية مصنف هذه تاريكته أكثر من ثلثمية كتاب صاحب الإتقان في علم القرآن حينما حج بيت الله الحرام هو الذي يقول في المحاضرة كتاب المحاضرة كان يقول لما حججت شربت من ماء زمزم وأنتم تعلمون ماء زمزم لما شرب له دعوت الله أن يرزقني مرتبة كمرتبة الإمام البلقيني في الفقه ومرتبة كمرتبة ابن حجر العسقلاني في الحديث كانوا حريصين جداً على طلب العلم ونقرأ في كتاب الإحياء إحياء علم الدين الإمام الغزالي أو الغزالي في الجزء الأول في الصفحة العاشرة يحدثنا عن فضل العلم والتعليم والتعلم وقد ذكر العديد من الشواهد في النقل والعقل إبرازاً لفضل العلم والتعليم والتعلم ونقرأ في كتاب الذخيرة للإمام القرافي في الصفحة 41 نقرأ صفحات عديدة بعد هذه الصفحة المذكورة تحت عنوان آداب طلب العلم ومما قاله وأعظمها أي أعظم هذه الآداب الإخلاص ومما أورده أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء الناس هلكا إلا العالمون والعالمون هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف فقال العلم أنا أحرزت رايته وقال العقل أنا الرحمن بعرف فأفصح العلم إفصاحا وقال بأيّن الرحمن في فرقانه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرها أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نقرأ الكتاب الثاني وهو كتاب الله المنشور المفتوح والآيات كثيرة كثيرة جدًا أكثر من ألف آية تكررت فيها معاني التدبُّر والنظر والتفكُّر على سبيل المثال في صورة العمران الآية مئة وتسعين وما بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي للباب وكلمة أولي للباب وردت 16 مرة في القرآن الكريم آية كثيرة التدبُّر في صورة الحديد وفي صورة البقرة وفي صورة الكهف وفي صورة الرحمن آية كثيرة أذكر بعضًا منها أبدأ بصورة الرحمن يا معشر الآية الثلاثين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ونقرأ في صورة ياسين الآية الثلاثين وما بعدها الآية الثلاثين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون تشير هذه الآية الكريمة إلى مبدأ بثاث إلى هذه السنة سنة بثاث الزوجية في هذا الكون في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وختمت الآية بقوله تعالى ومما لا يعلمون ليظل الإعجاز القرآني قائماً أبد الآبدين مهما ارتقت علوم البشر منطقة الجهل تتجدد وتتمدد ولا تتبدد ومما لا يعلمون وفي الآية التي تليها الآية 37 حدثنا الله عن الليل والنهار والآية 38 حدثنا عن الشمس والشمس تجري لمستقر لها والآية 39 عن القمر والقمر قد برناه منازل والآية رقم 40 ذكرت الجميع ذكرت الشمس والقمر والليل والنهار أمرٌ عجيب هذا القرآن يأخذ بألبابنا يأخذ بعقولنا لنحسن قراءة كتاب الله المفتوح لنتعرف على الله جل جلاله نقرأ في صورة الذاريات في الآية السابعة ربنا قال والسماء ذات الحبك الآية السابعة بالمناسبة وردت كلمة السماء في القرآن في العديد من المرات أحياناً كلمة السماء مفردة وأحياناً السماوات 110 السماء 190 السماوات المجموعة 13 تكرار هذه الألفاظ في القرآن الكريم تحفيزٌ للعقول للتدبر والنظر والتأمل في هذا الكون الفسيح للتعرف على رب الأكوان جل جلاله إذن في صورة الذاريات الآية السابعة والسماء ذات الحبك وفي الآية رقم عشرين وفي الأرض آياتٌ للموقنين وفي الآية وحد عشرين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الآية ثنين وعشرين وفي السماء رزقكم وما تعدون وفي الآية تسعة وربعين ومن كل شيء خلقنا زوجين والآية تسعة وربعين تساوي من صورة الذاريات تساوي الآية ستة وثلاثين من صورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها وفي الآية رقم خمسين ربنا يأمرنا بالفرار أين نفر؟ نفر إلى الله فقال في الآية رقم خمسين ففروا إلى الله وفي الآية خمسة وخمسين ربنا يأمرنا لنذكر أنفسنا ونذكر غيرنا فقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والآية رقم ستة وخمسين ربنا أجاب عن أكبر سر في الحياة وعن أكبر سؤال محير وهو سر الوجود لماذا خلقنا في هذه الحياة؟ أجاب ربنا عز وجل في هذه الآية الآية ستة وخمسين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتحدث عن أمة الإسلام والأمة الشاهدة على الناس وهي مكلفة أن تكون أمة وأن تحتل مركز الصدارة لتقود العالم إلى حضارة تسعد الإنسان ولا تشقيه وهذا تشريف وتكليف كما قال ربنا في صورة البقرة في وسط الصورة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس والشهادة تقتضي الحضور لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسل عليكم شهيدا فالرسل هو الذي يشهد لنا أو علينا كما يشهد على سائر النبيين والمرسلين كما قال ربنا في صورة النساء الآية 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وفي الآية 92 من صورة الأنبياء ربنا يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي صورة المؤمنون الآية 52 ربنا يقول وأن وإن حسب القراءات وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وفي صورة الأنبياء الآية 30 ربنا يقول ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي يرشادا إلى مقومات الحياة التي نحتاجها في هذه الدنيا من هواء وماء وغذاء وكساء وإيواء ودواء وعلمنا أيضا في صورة الأنبياء الآية 25 سر الوجود حينما قال وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ اللهم اصطرنا فوق الأرض واصطرنا تحت الأرض واصطرنا يوم العرض اللهم أعِنَّ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع هذا الوباء عن البشرية قاطبة اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم اوفق إخواني جميعنا الذين السابقين واللاحقين الذين كانوا سببا في خدمة هذا المسجد اللهم اجزهم جميعا خير الجزاء كل من أنفق برأيه أو بعلمه أو بماله أو بعرقه وجهده اللهم اجزهم جميعا خير الجزاء اللهم اوفقهم جميعا إلى ما تحبوه وترضاه اللهم حقق آمالهم اللهم يسر أمورهم اللهم بارك لهم في إيمانهم وبارك لهم في صحتهم وبارك لهم في أهليهم وبارك لهم في أولادهم وبارك لهم في أعمارهم وبارك لهم في جهادهم وبارك لهم في أرزاقهم وأموالهم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل خير عمينا خواتيمها وخير أيامنا يومنا القاك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفناء قد قادة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله استووا واستقيم ورحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولل الباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة ورحمة الله الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة